عودة إلى عشر الصبح في الأهلي أهلا بيكم مرة تانية في أولى فقرات الحوارية في حلقتنا النهاردة وطبعا بعد الانتصار العظيم اللي شوفنا مبارح وبعد الأداء الرائع اللي شوفنا مبارح من المنتخب السعودي لازم نتكلم ونحلل هذا اللقاء بكل تفاصيل وبكل اللقطات المميزة اللي فيه لازم بطبيعة الحال نتكلم عن فكرة إن حتى لو توقعات تجاه صعود المنتخبات العربية المشاركة فيها دي نسخة من المونديال هتفضل زي ما هي بس الحاجة الأكيدة إن الأماني زادت بعد ما كلنا تبعنا ماتش مبارح فبقى في حالة من التفاؤل بقى في حالة من اللي لأ فده اللي هنتكلم فيه مع الأستاذ محمد عصام النقد الرياضي اللي مورنا في حلقتنا النهاردة صباح الخيرات صباح الورد والإسمين والصباح الخير على كل المتابعين وعساء نادي الأهلي في كل مكان صباح الهنة والنصر وصعداء بالإنجاز مبارح اللي شوفنا حاجة كانت مشرفة حقيقة وحنبدأ من هنا يعني وبصراحة شديدة أستاذ محمد هل كنت متوقع هذا الأداء والنتيجة من السعودية أنا بمناسبة التوقع ده هقول لحضرتك على حاجة أنا كنت من أوائل الناس اللي كتبت مبارح الساعة 8 الصبح كتبت بوشت على الفيسبوك قلت لهم أنا قلبي بيقول إن السعودية هتعمل حاجة قدام الأرضاتين طبعا جالي أكتر من 100 تعليق كله وعمال يقول لي يا عم بقى إحنا لو خسرنا ثلاثة هيبقى مكسب مش عارف إيه إيه المهم إن لما جي بدأت المباراة طبعا الناس دي كلها الحمد لله تحولت من هما من بعد ما كانوا بالتريقة عليها دخلت اعتذارات ليه الحمد لله أقولوا لك يا شيخ محمد فالمباراة كان أنا يعني أنا توقعت المباراة مش على سنخاطر نتيجة مباراة الواحد بيتوقحها ويقول لي يعني يا مكسب يخسارها يا بتصيب يا بتخيب بمعنى أصح لا أنا تباعت المنتخب السعودي هم معهم مدير فني ممتاز الفرنسي هيرفي رينارد اللي كان معروض على في مصر كان في 2018 وللأسف يا ريتنا كان جي والله ما هو يعني مش هقولك بقى منهم لله اللي كان السبب يعني هقول لك تمام منهم لله اللي كان السبب يعني دعوة صباحية مجابة هيرفي رينارد يعني كان أنا كان نفسي يجي يدرب منتخب لأنه هو ده فعلا كان مشروع بجد للمنتخب كان هيبني جيل كبير ما فيش منتخب أو فريق هو دربه إلا الحمد لله وحقق نتيجة رائعة معه طبعا في المغرب هو مدرب أنا سبق ولتقيت مع هيرفي رينارد في المغرب لما كان قبل منديار روسيا مدرب عنده شخصية مدرب قوي جدا اللعيبة بتخافه احنا كنا شوفنا فيديوهات مبارح ليهيرفي رينارد ما بين المباراتين اتخانق مع اللعيبة بتاعت السعودية بعد أداء اللي هم عملوا في الشطر أولان اللي احنا من وجهة نظرنا كانوا بقدوا أداء كويس لكن هو ما كانش عاجبه دخل في اللقاء ما بين الشطين راح قال لهم انتوا لازم تحترم الجمهور لازم تعملوا كذا وبقى بيتخانق مع اللعيبة تحس انه هو كان خسران أربعة وخمسة أنا كنت اتبع المنتخب السعودي في الفترة اللي فاتت هو عمل تسكيلة جميلة جدا جدا صنع لعيبة حتى عندهم من روح ان هما يكسبوا احنا كلنا شوفنا اول مرة نشوف المنتخب السعودي يلعب بالروح والحماس والرجولة اللي احنا شوفناها مبارح قدام الأرزنطين ده ما يمنعش برضو ان برضو من قدرس نقول مقياس يعني احنا الشعودية عندها مباراتين مهمين مبارات في بولندا وفي مكسيك اه طبعا فرصة الشعودية كبيرة وتحديد ان هم دلوقتي هم متصدرين المجموعة لكن احنا شوفنا مطس مثلا بولندا والمكسيك مبارح مطس بولندا والمكسيك برضو المكسيك كان بتلعب كويس يعني كانت أفضل نسبيا من بولندا اه ليفندوفسكي ضيع ضرب الجزاء مهمة لكن ليفندوفسكي مبارح ما كانش متواجد مع منتخب بولندا لكن نتمنى ان السعودية يستسمر الفوز اللي عمله مع الارزنطين ويحقق نتيجة على قل يعني حتى لو تعادل هيبقى فرصة برضو السعودية ده لازم يحصل وخصوصا ان اللي حصل مبارح مش هين ومش شوية ومش قليل واكيد بيشكل دفعة معنوية غير مسبوقة وحتى غير متوقعة بالنسبة هي غير متوقعة وعايش لقول لحضرتك نقطة المنتخب الارزنطيني اول ما نزل اللقاء نزل كان فيها حتة كبر سوية على الكرة وكرة عمرها ما تدي ده ميسي هو اللي تكلم على فكرة حتى عبر عن ده انا ما تبعتي الصراحة التصريح بتاعه بس وكان واضح جدا جدا ان هما كان في حتة الكبر سوية على كرة وكرة عمرها ما تدي لحد متكبر عليها سوية فعشان كده كان اداء في المقابل ان كان اداء المنتخب السعودي لا لعبه مباراة قوية طب اداء فيه كبر وكمان ضربت جزاء اتحسبت في وقت مبكر من اللقاء وعليها شكوك كانت كفيلة بان هي برضو يعني تهبط كتير من معنويات او تركب فعلا هما هنا بقى دور كان المدير الفني هيرفي رينارد انا بقول لحضرتك في بداية الكلام ان هما كان ما بين الشوطين يعني انا ياريت كان الفيديو موجود كنت تعرضوه كان داخل في غرفة خلق الملابس بيعني في اللعيبة بشورة رهيبة يعني كان بيعني في اللعيبة يعني محسسني ان كان اللعيبة كانت سيبتلعب حلوه لا هو كان معنف جامد وقال لهم انتوا لازم تحترموا الجماهير انتوا بتمثلوا بلد مهمة والناس كلها كانت متعاطفة مع السعودية احنا كعرب كعرب طبيعا يعني انا واحد من الناس السعودية جابت جن انا لقيت نفسي بكيت اه طبعا احنا عرب يعني عرب واحنا للأسف السديد يعني دايما بسين احنا احنا منقلس حاجة عنه يوحي شيخ الاه المغرب تبكيك النهار انا يا عائل يقول له حضرتك من الفرحة برضو يا رب انا دبتي مغربية عسان تكون حضرتك انا بسجع المغرب يعني قلبنا طالبا برضو عندهم كرة حلوة والله وبرضو فيه ناس كتير متعشمة خير وخصوصا بعد الدفع اللي حصلت مبارح مع المنتخب السعودي فمنتمنى لهم اكيد التوفيق برضو رؤيتك ايه للمطش ده المطش المغرب اولا المغرب هو يعني التوقعات اكتر على المنتخب المغربي ان هو يتأهل خاصة ان المنتخب المغربي بيملك افضل الاسماء اه عندهم مباريات صعبة عندهم المطش الجاي مع كرواتي لكن المنتخب المغربي عنده لعيبة عندهم الفكر الاحترافي يعني يعني اشرف حكيمي حكيم زياش امرابط ناش كتيرة يعني ناش كتيرة في المنتخب كلهم نجوم كلهم محترفين برا ففكر المنتخب المغربي انا كنت عادت اعملت لقاء قبل كده مع النجم الكرة المغربية مصطفى حاجي فبتربطني بيها علاقة صخصية كويسة يعني فمدرب يعني كان بيتكلم عن اللعيبة كنت نزلت معهم التمريد شايف فيه عقلية احترافية اللعيبة عايزة تعمل حاجة المدير الفني الوطني الرجراجي زرع شوية حتة كان فيه مشكلة شوية في المنتخب المغربي يقولك ايه بيلعبوا برا في الاندياد بتاعتهم يعني كويسة ويجي مع المنتخب ما بيلعبوا بروح ده اختفى خالص من الفترة اللي فاتت من 2018 منديال روسيا شفنا اللعيبة زهرة بمستوى تاني في حالة حماس وفي حالة غيرة على عالم البلد اتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي يقدر يعمل حاجة والمباراة بتاعت المغرب بتاعت النهاردة دي دي هكون بوابة لعبور المنتخب ان شاء الله المغربي للدور اللي بعد هو عمات المنتخبات العربية خلينا نقول الكرة العربية كرة القدم العربية فيها فرق كبير وظاهر على الارض سواء انت بتتكلم على مستوى المدرين الفانيين او اللعيبة والصفقات اللي بتحصل او عمات الصرف يعني فكرة هنا الدعم المادي اللي بيحصل لان فيه رأس مال ودخ رأس مال بشكل كبير وده بيفرق طبعا ده فرق مع السعودية يعني لو رجعنا تاني للمنتخب السعودي احنا خلينا نشوف كمية المحترفين اللي جابوهم فيه عمليات فيه غربلاء حصلت فيه الرياضة في السعودية وده كان واضح جامد يعني وحضرتك لو شفتك خدت بالك ده بان مع اللعيبة اتمنى اتمنى مع ان ده برضو مش الموضوع بتاعنا بس اتمنى يعني ان احنا ننسي برضو على الطريق السليم لان احنا للأسف مسمسين في الطريق السليم لا وده موضوعنا ما تقولش مش موضوعنا وده موضوعنا لان احنا نتكلم بقى عن كرة القدم المصرية كمان وهي دخلة تحت كرة القدم العربية احنا كمان من حقنا لان انت عندك برضو سكواد اعتقدها ومش موجود برضو في اي منتخب تاني عربي يعني محترامي كل المنتخبات العربية اسماء محترمة ومعيبة محترمة لقد انت عندك لعيبة بيبقى فين المشكلة هل انا بوفر مثلا فلوس عشان المدير الفني يعني زي ما احنا كنا بتتكلم على هارفي لا احنا بنوفر في السمسرة والعملات احنا كان هيرفي رينارد كان جاي مدير فني للمنتخب في 2018 لو لا السمسرة والعملات كان زمان المدير الفني وكان زمان دلوقتي لينا وضع تاني برضو التعاقد مع كيروس وكان الاستمرار عليه وكان فيه امور كتيرة كان في مطس السنجال احنا ضيعنا فرصة كبيرة جدا جدا للأسف ما يحدث في الكرة في مصر محتاجة تطوير احنا مشمسين صح لحد دلوقتي شايف كده لحد دلوقتي احنا مشمسين للخلف برغم شوية الخطوات اللي اتخذت في الفترة الأخيرة خطوات زي ايه يعني زي فكرة انت المنظومة التحكمية مثلا المنظومة التحكمية مثلا لقولك مثلا ده مثال مش دي الحاجة الوحيدة اللي حصلت يعني ما انا عايز اقول لك حسرتك المنظومة التحكمية يعني احنا سايفين برضو هي هي نفس المساكل وهي هي نفس الحوارات في التحكم القصة مش قصة حكام طب انت فين في كاس العالم انت عملت تطوير في الحكام وجيت وجيت حد ماسك دلوقتي مستصار اللي هو انا مش عارف لحد دلوقتي هل هو مستصار ولا رئيس التحكم ما احنا برضو لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو ماسكي هل هو مستصار الحكام دلوقتي ولا رئيس التحكم طب انت لو افترضنا جدلا ان القرارات في ايدك انت شخصيا ايه الخطوات اللي انت مغتنع ان هي لازم تتخذ عشان ينصالح الحال اولا انا لو انا رئيس الاتحاد انا اولا رقم واحد هقفل على منتخب الكورة عندنا هجيب مدير فني على اعلى مستوى يكون تدرب منتخبات مهما كان بقى ايا يكون الاسم ايا يكون المبلغ هقفل على الوكلة والسمصرة اللي مضيع الكورة عندنا هنا في مصر اي لعب متخازل تمام مش هكون لي مكان هعمل انتظام في جدول الدوري والربطة وهعمل انتظام في الموعيد زي ما الدول بتعمل دلوقتي علشان ان انا اعرف ان انا اعمل دوري قوي هعمل يعني نخرج نخرج احنا للأسف عندنا الكورة في مصر بقت في القضاء وليس في الملعب في القضاء في القضاء في شاحة القضاء يعني دلوقتي انت بتسمع يعني هقولك على حاجة ده 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 شق يعني ما بينك ملاقبين في القضاء يعني انا انا بتفع معيك بس انا بكلمة على القضاء نفسها على الارض على الملعب انا دلوقتي علشان اقول انا عندي سكواد رائع جدا انا دلوقتي عندي مدير فني فيتوريا اما انا قدرش نقيمه دلوقتي بصراحة عشان محدش وخلينا صادقين مش هنتحك على نفسنا لا نستطيع دلوقتي تتقيم ابدا فيتوريا لكن السيوي موجود وكان بردو برنارد اوبشن وقتها بردو موجود خلاص اللي حصل حصل بس انا بتكلم عن لعيبة وصفقات وبتكلم عن مدير فني وده الاساس دلوقتي وطبعا مع الجدول ده موضوع تاني واهتمام بقطاع الناشئين ده اهم نقطة بس ده دلوقتي برضو قائم مفهول لا مش قائم للأسف انت عامل ايه في المنتخب الناشئين انت رحت في المغرب بينك سلسلة اخفاقات الفترة اللي فاتت يعني انت بتكلم عن لما علش يعني الناشئين بس ده مش موضوعنا بس احنا تطرقنا لي هنتكلم فيه بسرعة تمام بتكلم عن الناشئين عندنا ما بقوس على الا في بعض الأندية صبعا في مصر لكن احنا بنتكلم على مستوى الناشئين كقعدة عامة انا مش هتكلم على نادي انا بكلم على قعدة عامة قعدة عامة مستوى الناشئين عندنا للأسف مفيه سعين بتدور على العيد كويس يعني كان زمان كنا بنلاقي اثامي يعني النجوم اللي هم حاليا نشوفهم بيلعبوا في الشارع كان فيه عين بينزلوا يشوفوا فيه لعيب ده كويس بننزل نجيبه ده 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 لكن للأسف فيه نجوم كتار كده جده من النادي الأهلي وفقندية تانية وبداية الزمالك على فكرة تلع منه ناشئين تلع منه ناشئين كتير بس دلوقتي بيتكلم وقولك للأسف المواهب قلت عندنا أو أنا ضد الفكرة المواهب قلت أنا شايف أنه ما فيه الشعين الكشفين هم اللي قاله اللجوء الاحترافية أكتر للأسف السديد نحن بقينا دلوقتي بنعتمد على نجيب لعيب أجنبي من بره حتى لو على حساب المنتخب الملف ده ملف شائك وملفه مهم وما ينفعش نحن ننقش دلوقتي أنا وكريم وحضرتك في ثلاث دقايق لا 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 أنا بتكلم لازم فقرة وده بجد نصق فقرة نتكلم فيها عن ده لأن دي ليها خلفيات كتيرة جدا مش عايزين نكرويتها زي ما يتقل بلغة بسيطة فيه أوراق وفيه أجاب كتيرة خلينا نرجع للموديال ونتكلم قبل ما ننتقل بقى لماتشات النهاردة أنا بس عايز أروح عشان نقف الملف السعودية السعودية خلصت الجولة الأولى أو يعنيش جولة يعني زي ما بتقال المعارقة الأولى عندها معارقة تانية المتصدرة المجموعة ده شيء محترم جدا لكن في نفس الوقت عندها بولندا بولندا برضو البعض بيقولك مش هتكون في صعوبة الأرجنتين هذه المباراة لكن ربما برضو هتبقى مباراة فيها ضغط كبير جدا فيها تنفسية شديدة جدا رؤيتك لهذه المباراة بالنسبة للسعودية بعد هذا الفوز هيكون الثقة دي أو هتكون هذه الثقة مكسب ولا اختارة للسعودية ما هذا بقى الكلام اللي حررتك بتقوليه ده صح هل المنتخب السعودي هيستثم رفوز بتاعه على الأرجنتين وهيلعب بروح حماسية ونفس الروح لو هو هيلعب بنفس الروح وبنفس الرجولة اللي احنا شفناها قدام الأرجنتين أنا بقولك السعودية التسع بونت هكونوا موجودين طب هو ينفع ما يلعبوش بالروح دي بعد اللي خصل مباراة معهم مشكلة احنا مشكلتنا مشكلتنا ان احنا شوية بعد اي مباراة قوية وبعد ما بنحقق انجاز طبيعة اللعيب العربي شوية يحيث ان هو خلاص عمل كل حاجة انا يعني بس حتى هو ما تصريحاته متصريح المدير الفني مش يتفسكة ان احنا لا احنا اه حققنا انتصار اي نعم لكن في نفس الوقت عندنا مطشين مهمين جدا وحنركز فيهم جدا ومش هنطول في الفرحة ما انا براهم بقى هنا زي ما حضرتك قلت على المدير الفني صخصية هيرفي رينارد بيتعامل كل مباراة على حدة اقسبنا احتفالنا مبارح يعني تقدر تقول ماسي بنفس السياسة النادي الاهلي شوية خلاص احنا فوزنا هو اليوم الانتشار والفوز خلاص ايقلي بالصفحة فيه مباراة تانية ودي سياسة كويسة ودي سياسة نكحة ودل المجهة بس هو الشعب السعودي لسه والشعب العربي لسه بيحتفل يعني نوردة اجازة عندهم الصعوب تحتفل لكن اللعيبة هي دي النقطة وغير كده وكده هو يعني اجمل حاجة برضه هو عملها انه هو شايل الفيسبوك وشايل موقع التواصل عن اللعيبة خالص صح صح تمام فانا شايف ان المنتخب السعودي لو هيلعب بنفس الروح اللي لعبها قدام الارجنتين وخاصة ان هو بيملك لعيبة دلوقتي على اعلى مستوى منهم يعني الحرش تابع محمد العويس اللي ظهر بأداء رائع وانقذ كذا كورة تمام عندك سلمان الدشري وكنه في وسط الملعب في لعيبة كبيرة توليفة هو عملها بس ما زيادة التسلل تخلي الواحد قلبه يعني دي اللي بيلعب عليها قلبه بيقع مع كل هجمة ما هي دي بقى اللي بيلعب عليها هيرفير نارف بس شهراني وسلمان اللي اتنين دلوقتي مش موجودين شهراني عنده عملية عنده عملية وسلمان كان اصابة حاجة زي كده احنا بس كنا عايزين نتأكد كانوا منزلين مبارح الاساعة بتاعة السامري طبعا ربنا طبعا يشفيه كلنا بنتمنى له السفاء لان كانت الاسابة جامدة انا عرفت ان هو سافر ألمانيا اه على طول بعد هو محتاج تلات عمليات تمام يعني تلات عمليات عنده مشاكل طبعا في الفك وفي الأنف وفي الأسنان ربنا يشفيه طبعا بس وجودهم هيفرق برضو مع السعودية بشكل كبير اكيد هيفرق اكيد بلس هو التوليفة كلها انا بتكلم عن التوليفة كلها هيلفري نابد عامل توليفة صحيح قوية جدا جارع فيهم كلنا شفنا حتى المستوى البدني بتاع اللعيبة نفسها والروح القتالية تكاد تكون واحدة عند كل اللعيبة اللعيبة احنا شفنا اللعيب بيطلع كورة من الجول خلاص اللي هي حتى لو الحكم برغم ان الناس كلها تخنقت وإحنا كلنا كان فيها اعتراض على الحكم الخمسة سربيئة وقت بدأت ضايع والأربعة سربيئة هي ظاهرة عموما الفلوس خديم هي ظاهرة عشان الأول تلت منشاط الوقت الإضافي المجموع بتاعه في التلت منشاط كان فوق الأربعة واربعين عشان كولينا رئيس الاتحاد التحكيم الدولي طبعا أنا من عشاء كولينا لأن كولينا لما كان حرش مرء لما كان حكم كان ليه هيبة كده وكان ليه وضع تاني مع اللعيبة لا يجرؤ أي لعيبة يتكلم مع كولينا فكولينا قال لك احنا بنضيع في أي تغييرات اللعيب لما بيقع فرحة الهدف نفسه بيضيع ثلاث دقائق فكل ده وده اللي ينتقل من متعة المشاهدة فهو ده بينتقل ده فبدأ يزيد بس الحكم قدى تسع دقائق مبارح انت زودتها الخمس تسر ديئة واللعب السعودي لما وقعت صب ما خلس جر دقتين خمس تسر ديئة كتير لكن يعني جت لصالحنا في الآخر هي جت لصالحنا وعايز أقول لحضرتك على حاجة أنا مبارح كان عندي ثقة حتى لو كان زاد شود كامل الأرزنطين ما كانتش هجيب جوه فعلا أنا كان عندي ثقة خلاص هو الأرزنطين كان حشيت من اللعيبة نفسهم ان هما بدأت اتتحدت كده اه خلاص ما تيجي بها نروح شوية لتونس والتعادل اللي حصل تونس والدنماركا ودلالات هذا التعادل او توقعاتك المبنية عليه هو طبعا منتخب التونسي قدم مباراة ممتازة مبارح طبعا كنا نتمنى تحقيق فوز على الدنماركا واستثمر طبعا الروح العربية الروح العربية لكن التعادل برضو كان حاجة كويسة للمنتخب التونسي منتخب التونسي ظهر طبعا بأداء كويس مبارح كانت تشكيلها شوية متوازنة فيها نجوم وغدين على اللعب الأوروبي فرصة تونس كبيرة بس لو تركز لو ركزت على المرمى وتشجيل الأهداف واستغلال إنصاف الفرص تونس سيكون لها دور وتحقيق الفوز في المباراة الجاي إن شاء الله الله إحنا نتمنى ذلك لسه يعني الواحد مش قادر يحدد دلوقتي حتى مستوى المنتخبات العربية أول ما دخلنا أو أول ما بدأ المعنضيال قلنا يعني ما فيش شوية أمل قوي بس دلوقتي أصبح فيه أمل أنا كان نفسي بقى عارف إيوه أستاذ محمد كان نفسي قطر تفوز في المباراة الافتتاحية لأن ده الطبيعي دولة المستضيفة عادة بتفوز في المباراة الافتتاحية هي قطر أنا من متبعاتي لمنتخب القطري قبل منديال لعبة كويسة بالزبط وكانوا عاملين مباراة ممتازة وحتى المباراة الوديال اللي لعبوها كانوا بحققين نتائج كويسة وفول وتعادل يعني اللي حصل ممكن نقدر نقول يعني ممكن يكون حالة مباراة يعني أنا عندي توقع أن المنتخب القطري في المباراة الجهي إن شاء الله يعني هيزر بقى بقوة وشخصية المنتخب القطري بس أول طلعيها كان فيها شيء من الرهبة نقدر نقول آه لإن كانت أول مشاركة ليهم وفي كم الجمهور ده كله فأنا حسيت إن اللعيبة تخضت طب أنت بشكل عام يعني تقليمك إيه المشاركة العربية في النسخة دي من المنديال وهل تتوقع يعني إن فيه فرق منهم أو متخبات منهم حتصعد طبعا إن شاء الله أتمنى أتمنى أنا شايف إنها مشاركة فعالة ومشاركة كويسة القرى العربية الفترة اللي فاتت بدأت تزع البساط من القرى الأفريقية شوية يعني كلنا بينا يعني النسخة روسيا كان خمس دول عربية مشاركة دلوقتي برضو كنا نتمنى طبعا أكيد مشاركة مصر يعني أنت عندك تونس وعندك المغرب وعندك السعودية وعندك قطر آه أربع دول برضو مشاركة مش قليلة آه أنا شايف إن منتخبات العربية بالسرسناء طبعا يعني هنشوف أداء قطر في المباراة اللي جاية لكن أنا هتكلم على المباراة اللي احنا شفناها يعني السعودية طبعا الأقرب للمنافسة آه في حالة الاستمرار واستغلال فرحة الفوز بتاعتهم على الألزنطين آه عندك آه المغرب فريق لا يستهام به بالرغم إن إحنا لسه ما تخرجناس عليه أكيد النهاردة لكن عندنا ثقة في المنتخب المغربي بيقدم كرة حلوة في الزل وجود المدير الفني وليد الرجراجي هيقدم مباراة قويسة آه تونس مبارح مقدمة لقاء عاملة مباراة قويسة قدام فريق كبير وهي اللي فرضت النتيجة دي أصلا وهي اللي فرضت إلى حد كبير يعني مع العلم إن أنا كنت شايف إن منتخب التونسي كان يقدر يحقق آه طبعا كان ممكن يخطف هدف حاليا وكان أقرب وكان خلاص يعني وكان أقرب وكان ليه ضرب الجزاء على ما ظني يعني كان ليه ضرب الجزاء المفروض تتحسب وما تحسبت لكن المنتخب التونسي قادر المباراة جاية هتقدر تقول ممكن يكون فيه ثقة بقى زادت عند اللعيبة بعد مباراة الدنمارك وإن شاء الله هو تخطف يعني تخطف مطس وتتعادل مطس هتلاقي فرصة فرصتك في التأهل والسعود هيكون كبيرة يعني إن شاء الله طب مطش بقى فرنسا وأستراليا فيه كلام برضو الشوت الأول كان حاجة بعدين الناس اللي قامت تجيب حاجة وترجع راجعت لقيت السكور مختلف تماما الناس كانت متوقعة أن فرنسا مش هتكون متقلقة بالمستوى بتاحها لأن فيه غيابات كتيرة للنجوم على السعيد التاني لأ فرنسا برضو لعبت كويس جدا يعني خليني نشوف أنت رأيك إيه برضو في المفرقة لا المنتخب الفرنسي وضع تاني خالص من أحد المرسحين بقوة للبطولة يعني أنا بالنسبة لي أنا شايف منتخب فرنسا منتخب البرازيل ألمانيا الأرزنطين برضو تمام في حالة الصحوة لأنني أنا شايف أن الأرزنطيني تخطفت شوية فهي هتفوق لكن أنا شايف الأربع منتخبات دولة هما كان الأقرب شوية يعني أن هما ياخدوا البطولة لكن منتخب فرنسا مبارح قدم مباراك ويسى جدا جدا المنتخب الفرنسي في أول الشوت الأولاني هو كان أفضل لكن يعني ما كانش قادر يستغل الأهداف اللي كانت موجودة كلنا شفنا طبعا نجم منتخب فرنسا مبابي اللي كان يعتبر محور الفوز لمنتخب فرنسا كنا نتمنى وجود كريم بن زيمة طبعا نحصل على الكرة الزهبية كنا نتمنى أن يكون موجود بس أنت بص على التوليف بتاعت منتخب فرنسا لا أسماء كبيرة وأسماء مهمة ضربة كريم بن زيمة كانت ضربها قاسمة على كل أحوال تعالى تعالى نتعرف بقى على الأجواء الاحتفالية في المملكة العربية السعودية عاملة زي بعد الفوز الكبير اللي اتحقق مبارح طبعا أمام الأرجنتين احنا معنا عبدالتليفوني وستيزة عاطف الأحمدي النقد الرياضي السعودي صباح الفل على حضرتك فنم وأهلا بك في عشر صبح في الأهلي ومليون مبروك صباح النور كريم طبعا النور بجميع ضيوفك لجميع متابعين البرنامج لجميع الشاب المصري الله يخليك طبعا احنا متوقعين حجم الفرحة بس عايزين نعرف مفردتها وتفاصيلها من حضرتك طبعا ألف مبروك لكم ألف مبروك لكل بيت عربي صحيح ما كانت مختصرة عن عمرت عربية السعودية صحيح يعني الأجواء كانت موجودة في كل الدول العربية صحيح يعني أنا ما انتعرف كمية الاتصالات اللي جاتني البارح وبعد نهاية المباراة لدرجة الراسل الآن مصدع من قوة المكالمات التليفونية فالفرحة عامة ما انتوا رفعتونا كمان سأف التوقعات فن هو شوف يمكن لو بنتكلم بأكثر عمصة كريم فضل اليوم اليوم اللي حصل هو واحدة صدفة اكيد اليوم في عمل عمل مقدم على مستوى الرياضة السعودية يمكن بدأ من 2018 الدعم الكبير اللي بتجد الرياضة السعودية وتحديث الكرة تبدا من الدولة حافظها لا دعم مو سهل دعم لهدف التنية المستدامة مو هدف وقتي مجرد مشاركة أو مجرد مناسبة لا اليوم نتكلم على عمل تراكمي تكاملي تطوري بدأ زي ما أقول من 2018 ومستمر إن شاء الله لكن البارح هو كان في بداية الظهور لهذا العمل تقديم منتج تعودي فاخر على مستوى المنتخب المنتخب هو من ناحية فاخر ففاخر جدا من ناحية فاخر فهو فاخر جدا ورفع من درجة الفخر عند العرب كلهم الحقيقة بهذا الانتصار المدوي اللي هتحقق أمبارح واللي أكيد إحنا كنا نتكلم من شوية على فكرة البناء على هذا النجاح اللي اتحقق وفكرة القادم إن شاء الله بالتأكيد اليوم أي عمل أي عمل ما يأتي بمحظة الفصة مهما كان فيه اجتهادات من شخص أو شخصين استحاله يكون هذا العمل مقنن وعميق ويستمر لسنوات طويلة اليوم نتكلم على عمل مميز بابد أن يكون العمل هذا مستمر العمل الوقتي هذا غير جيد وبالتالي لا الكرة السعودية بتشهد تطور تطور كبير زي ما قلت لك بدل 2018 وحيستمر والدليل اليوم هير في ريناد المدرب المنتخب السعودي أنا أعطيك معلومة هير في ريناد المدرب الأوروبي الوحيد لكن المنتخب السعودي هذا السادس مشاركة الخمسة مشاركات السابقة كان عندنا مدربين برازيليين مدربين أرجنتينيين ومدرب وطني في خمسة مشاركات لكن هذه المشاركة الوحيدة اللي كان فيها المدرب الأوروبي هير في ريناد هير في ريناد مدرب تكتيكي عميق يتوافق أو يتواكب ويتماشى مع التطور الذي حصل على مستوى كرة القدم الآن كرة القدم اختلفت عن السادق يمكن كانت أول السادق تعتمد اعتماد كله على مهارة اللاعب لا الآن تكنيك الآن تقنياتها كثير من الأمور دخلت في كرة القدم وبالتالي تحتاج مدرد يتواكب مع هذا العمل مبروك للمنتخبش مبروك للشعب السعودي مبروك لكل الدول العربية أنا بس أعيز مقصرش التهيني علي صباح الخير والنصر يمكن أنا وكريم لحضرتك تبعتنا في بداية الحلقة احنا قلنا صباح النصر علينا يعني زي بحضرتك بديت كلامك كده احنا كلنا سعداء من قلبنا يعني عايز اقول لحضرتك ضيفنا أستاذ محمد عصام الناقد الرياضي قال لنا النهاردة أول ما قعد بعانا بيقول لنا أنا مبارح مع الفوز السعودي أنا بكيت ودي مشاعر بتبقى جاية من القلب وبجد احنا كلنا سعداء بالانتصار الانتصار العظيم اللي حصل بس نتمنى ان احنا نبني على ده يعني أستاذ عاطف لان ده مهم جدا الفترة اللي جاية انتوا لسه عندكم ماتشاط مهمة طبعا انتم متصدرين المجموعة دلوقتي أو حقول احنا متصدرين المجموعة دلوقتي بس لسه في بولندا ولسه في تقريبا المكسيك فإن شاء الله يبقى فيه كده نفس الطاقة اللي ابتدنا بيها نكمل عليها بإذن الله أصعب يا نحوان حيّن أستاذ محمد أصام أصعب أصعب المباراة بولندا والمكسيك أصعب من المباراة درجنتي يعني حتى حتى لما كنا نتكلم على حسابات ما قبل البطولة ما قبل البطولة يمكن كانت من أصعب المباراة تتكلم يعني عن مباراة بولندا والمكسيك يمكن في كاتر عالم تعودنا أن الجولة الثالثة هي حتى كل جولة الحساب لا في هذا الكاتر عالم الحالي أعتقد تحديدا مجموعة المنتخب السعودي هي الجولة الثانية هي جولة الحساب صح في حالة منتخب السعودي تفوق على بولندا بإذن الله والمنتخب الأرجنتيني تفوق على المكسيك كذا بولندا والمكسيك أصبحت آمان مضعيفة جدا في عملية الوصول للدورة الثانية الحمد لله نقول الحمد لله الحمد لله على النقيف تماما لو حصل أي تعزق يعني أنت ممكن لو المكسيك تفوقت على الأرجنتين الجولة المقبلة وبالتالي الأرجنتين مع السلامة معاد لها يا دور جاءت مرشحة لكاس العالم وخرجت من الدورة بالزبط بصحكة غير متوقعة تماما أمر وارس في كرة القدم اليوم أختلفت المعايير اختلفت المخايير في كثير من الأمور صحيح اليوم ننتكلم عن المنتخب المصري من الظلم من الظلم إذا لم يتكلم على معايير حقية من الظلم عدم تواجد المنتخب المصري في كاتر العالم صحيح صحيح مكلمة يتكلم على منتخب يتكلم على منتخب صاحب المركز السعلي في أفريقيا صحيح صحيح وإن شاء الله إن شاء الله العمل على إصلاح المنظومة الكروية في مصري يؤتي ثمار وهو الآخر كما يعني كان الإصلاح السعودي قاتى ثمار وشفنا هذا النتاج متجسد في لقاء مبارح أنا بس عايز أقول لحضرتك إن الأستاذ برضو محمد عصام عايز يهني حضرتك خلنا نقول حاجة قبل تفضل وليس تملقا تفضل وليس تملقا نتفق إن الظروف الحالية على مستوى الكرة المصرية ما هي الظروف الجيد الأمثل سأنا نتكلم والطموح أعلى أكيد في هذه الظروف من هذه الظروف المتخب المصري يتكلم على المركز الثاني ويقدم شي جميل فما بالك لو تحسنت الظروف صحيح صحيح مليون في المية فعلا يعني فأنا أشوف أنه بأمانة كنا في حاجة لهذا المنديال تحديدا بأمانة كنا نستوى الشخصي توجد من تصوى المصري لأنني أشوف أشوف دائما المنتخب السروجي أظهرنا أم كنت متوقع أن المنتخب المصري لو حضر لهذا المنديال تحديدا ممكن هيوصل لأماكن أبعد نتمنى المنديال الجاي بقى المشاركة العربية يعني أفضل بكتير خلينا نقولها بهذا الشكل يعني أستاذ عاطف على كل حال ليك تهلئة بس من أستاذ محمد أنت عايز يهني حضرتك أولا مبروك لفول منتخبنا وبفضل أن أنا أقول منتخبنا العربي على شرفنا أنه شرفنا مبارح قدام الأرزنطين بس أنا كنت عايزة أسأل حضرتك شؤالين يعني في عجالة يعني هل هيكون فيه مكافآت خاصة لعيب المنتخب السعودي في حالة التأهل للدور المقبل وكنت عايزة أعرف إزاي المنتخب السعودي يوصل للحالة اللي إحنا شايفينها دي إيه العوامل اللي قدت لظهور المنتخب السعودي بالشورة دي تتكلم أول شيء طبعا لعيبتنا يستهلوا كل خير وبالتأكيد المسؤولين على المنتخب السعودي ما هيقصروا معاهم في أي حال من تحبه خلاف رجال الأعمال يعني نحن عندما تعودنا عليه من فترات التالية أنه دائما التعمل الكبير يتجد من الصيادة السياسية من صاحب السمو الملك الأمير محمد سلمان والله الحفظ دائما هو واقف خلف أي منجز سعودي سواء على المستوى الرياضي أو حتى المجالات الأخرى بالنسبة للي حصل أمس ترى هو اللي حصل أمس ما كان يعني كان له خلفيات ثابقة يمكن أكبر خلفية وأكبر دعم هو الاجتماع اللي حصل قبل قبل الزهاب للمونديال قطر ما بين الأمير محمد بن سلمان وما بين اللاعبين عندما تطلب منهم وأكدهم من المجموعة صعبة المونديال صعب أنا أبغاكم تروحوا تلعبوا وتجتمتعوا أي ضغوط عند اللاعبين شاله إحنا عارفين دائما وبالذات في وسطنا العربي لما نكون في اختيار لتشكيله يكسر الكلام عندنا 30 مليون 40 مليون مدرب موجودين في الشارع ويبدأ الكلام ويبدأ ويبدأ تبدأ الانتصادات حتى على المستوى الإعدامي تدخل مسألة الميون وتدخل مش عارف إيه فكان في ضغط على اللاعبين وخصوصا أنه هيرفي ريناد راحا على لاعبين معينين لاعبين ما كانوا مشاركين في الدور السعودي بسبب إصابة يعني أمس اللي تاب عبدالله المالكي ومحمد كنو محمد كنو موقوف عن اللاعب بسبب أمور يعني حاصرة في عبده وعبدالله المالكي توقع راجع من الرباط الصليبي يعني تخيل سيد محمد وكريم ونهوان تخيل عبدالله المالكي أول تعتبره مضرارة 200 أم في الإحصايات يري 11 كيلو فهذا تعمل معناه الكبير اللي قدتهم الأمير محمد سيد المالك لعبين وقالهم ألعبوا وأستمتعوا هم لعبوا واستمتعوا وأمتعوا فالضغوطات كلها عندما سحبت من الناعبين لا الناعبين تجلوا داخل الملعب خلاف الخبرات التراكمية يعني اللعب الآن اختلفت محمد المنافسة المحلية إذا كانت المنافسة المحلية قوية في اختماما أن كل المنتجات أو كل المخرجات التي تخرج من هذه المنافسة هتكون قوية كلام مضبوط مع جودة المخرجات اللعيبة شوف عندما بدأ مشروع اللاعبين الأجانب أو ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب بلون القربية السعودية للأسف يمكن ما كانت عندنا النظر العميقة الكثير من المحللين والنقات وحتى الشارع الرياضي لا كان فيه نظر عميقة وأبعاد لهذا الموضوع كان يتحدثون سبع لعيبة أجانب حيأثروا على اللاعب السعودي واو واو كلام كثير كلام كثير ما فيه عمد أنا بتفهم حضرتك أستاذ عاطف يمكن إحنا يسألين النقطة دي قلنا أن فيه روح انهزامية كانت عند البعض مننا أن احنا شايفين أن كتير علينا أن احنا نشارك في المونديال وكتير علينا أن احنا نفوز بعض المنتخبات الأجنبية أو حتى العالمية يعني أنا شايف أن ده ظلم لنفسنا قبل أي شيء أنا بس قبل مختم حضرتك عايزة أطمن منك تحديدا عن الشهراني ياسر الشهراني ويه سلمان هل هم فعلا هقدروا يشاركوا فيه المباراة اللي جاية بين السعودية وكولندا ولا الموضوع لسه بدري عليه خصوصا أن الشهراني يعني عامل دلوقتي عملية لسه متواجد كمان في ألمانيا تفضل يا أستاذ عاطف شهراني سلمان انتهى بالنسبة لهم موضوع المنديل لذلك خباتهم ضوية للأسف نتمنى لهم السلامة ياسر الشهراني من التأكيد نوصل لألمانيا عن شان العملية وشالم خلاص بالنسبة لهم انتهى موضوع المنديل لكنهم موجودين فيهم الخير والبركة دايما ظهر سالم دايما ظهر ياسر حيظهر إن شاء الله ناس تانين تركيبة 26 اللاعب اختارها حير في رينات بعناية فإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله السعودية بمنحضر شكرا لك على هذه المداخلة والف مبروك مرة تانية ناقد الرياضي العزيز الأستاذ عاطف الأحمدي شكرا لحضرتك وأكيد بنشكرك أستاذ محمد على وجودك معنا في حدقت النهاردة نورتنا وشرفتنا وأكيد دينا لقاءات تانية المنديل لسه هيبتدي يسخن كمان وكمان وكلام هيسخن معنا بنشكرك على وجودك أكيد بذكر حضرتك طبعا أستاذ نوانج الشيطة وقعات قبل ما نختم مع حضرتك أستاذ محمد أنت وقعتك كده بين أن هي ليها مغير عندي إحساس النهاردة يعني احتمال إذا في تعادل ما بين كرواتيا والمغرب تعادل موافقين على التعادل أتمناها يعني إن شاء الله نورتنا يا أستاذ محمد بشكورك جدا أنا وكريم أكيد طيب نروح فاصل ونرجع بقى عشان نقرأ تعليقات حضراتكم اللي بعضتواننا ردا على سؤال السوشيال ميديا في حلقتنا النهاردة خليكم معنا شكرا